السلام عليكم. معكم دكتور بيش. النهار شهر هنا نلعب مع بعض سيرفر هاي بيكسل في تحدي البناء الأسطوري. والنهاردة يا جماعة مش هكون اللي واحدة بس يا مما يا حدي كمان. هم حاجة بصوش اللايكة هماش ترفيك هماش تشتركين. ان شاء الله نستمتع من فيديو بالتحدي الأسطوري النهاردة. ويشوف يا جماعة من اللي لقيته. لقيت زيوس شخصيا معي جاي كده. وبيقول لي عايز يلعب معي. فقلت اوكي بدل ما ألعب سولو ألعب تيم معي. يعني انا هو نبقى فريق واحد. مش عارف بقى يطلع لعيب ولا لأ يعني بالله انا مش عارف اصلا زي كان هو من جيش الدكاترة ولا لأ بس هنشوف يا جماعة هتتوقعوا ايه يعني. انا مش عارف بصراعه اسمه شبه زيوس فهنسميه زيوس النهاردة. يلا يا باش هندخل نلعب دلوقتي. يلا. ايوان. سلام عليكم. اهو اي اهو. سلام عليكم يا باش انت لعيب ولا ايه. والله حاسوا يا جماعة شكله كده يوديني فداية بس مش عارف يعني اكتبوا لي توقعاتكم ايه بالزبط. وانا رأيي ان هو ممكن يوديني فداية يعني. طيب اول حاجة طبعا هنختار في عندنا هنا ساحر. وفي حفلة اوه. ايدها. في الاخر اختاره شط. اوكي اهديكم شط بحر دلوقتي ملوش حل. يلا زيوس جايزة باشا. باشا. ده متنح او يا جماعة مش عارف بيفكر يا طرف الخطة ولا بيعمل ايه. بس انا الان منه بصراحة. المهم ما انا اشتغل دلوقتي على طور. اول حاجة اخلي الارض كلها رمل. نعمل الحاجة ده. اوكي كده يا جماعة زي ما انتم شايفين خليت الارض رمل عشان شط. ومشي الله هو ابتدأ كمان يزبط السخور هناك. والله يا شكله زيوس ده هيطلع اسطوري. الله عليك يا باشا. ممتاز شغال شغال شغال. حلو حلو حلو. لا بازر بازر بازر. الله شكله هيشتمني دلوقتي. طيب خلاص انا احض شوية مياه اهو. مش هاخرب. لا 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 لا. فاكرنا هاخرب ازيوس باتلعش يا باشا. احض شوية مياه يا جماعة عشان نزبط الشط. اشتغل يا زيوس. اشتغل زي الناس. بصلي هنا انا بكلمك اشتغل. ايه ده? ده هيقلبني وخلاص. يا ابني لا. هيعمل السخور زي ما انت كنت بتعمل. جماعة هيكشليني ده عادي بيحط مياه. طب ما انا بحط يا ابني. انت بتحط مياه على اللي انا حطيته. انت كده استفدت اي منك. بس يا جماعة هعمل السخور انا مادام هو مش عايز يعملها مش عارف ليه بس خلالنا نحطها هنا كده. طب ما يا جماعة لازم نشطي كده يبقى فيه شوية شخور هنا. شخور ايه شخور? ايه شخور? شوية شوية صخور. الكلمة صعبة بصراحة. خطي هنا برضو شوية كمان. اوكيبت ده هو يزبط معي برضو. وهنا شوية. طيب حلو بقى. عايزيني شوية شمسيات كده على نظافة. شوف يا جماعة عايزيني نحط شوية شمسيات هنا كده برضو عشان ندي الموضوع الوقعية شوية. فاتوقع دي شكلها حلو. سواني. احط دي هنا كده. ولا لحظة. هنا دي كمان. اتوقع كده تمام يعني. طيب زي ما نشايفين كده يا جماعة يعني عملنا شط كبير شوية. والحقيقة مش هطين فيه حاجات كتير. فدي مشكلة. لازم نلحق نحط اي حاجة. يلا زيز فكر. يا زيزي ده حاسك بتقلدني وخلاص. مفيش تفكير. شوف يا جماعة كده احط لهم شوية زرع هنا. عشان برضو يدي شكل حلو كده للشط. وكان نفس اعمل مطعم والله. عم تقالي ممكن اللي هعمل لي مطعم على السريع في المكان الصغير ده. وفي وقت كفاية يعني اتوقع كده. خط هنا يا باشا. سواني سواني. شوف يا جماعة لا الصراحة هطلع مطعم اسطوري. هتحسوا كده مطعم محفور جوه الجبل. نايس بس احط حد هنا شغال فيه. طيب شوف يا جماعة انا جبت واحد هنا شغال المفروض يعني دوت يبقى كده مسؤول عن المطعم. وهي شغال هنا. واتوقع ان احنا ثبتنا شط اسطوري. وصاحبنا زيوس قاعدة يعمل يعمل صور مش عارف ايه لازميته بصراحة كاننا عدين في الكمباوند هنا بس ما علقنا. هتحسوا مفدنيش باي حاجة خالص قاعد بس يقلت كل حاجة بعملها بس مشكلة. نمى الشكل الشاطف الاخر يا جماعة حلو. حتى المطعم اللي هناك جدت حسه كده جامد. واتوقع ان شاء الله ان هاخد تقييم عالي. فخلاص خلاص ازيوس خلاص. مش لازم اللمس الاخير. خلاص. يا عم انت بتعمل ايه? مش عارف ما علينا. اوكي نشوف بقى الناس يا جماعة والله فيه ناس هنا ابدعوا. وحطوا بدل المية. يعني سجعت كده. بس شكله حلو والله. ديوم جود. المكان نسطوري وعملين بطعم صغير برضو. اتوقع. اه هنا ده ايه ده بشه ده مش عارف. مش عارف قل بتاع الصغيرة دي. بس ما علينا. اتوقع يا جماعة ديوم اوكي يعني كويس شوية. وهنا عندنا برضو شط بس اغلب المكان مية. يعني ده تقريبا بشه انت بتستهبل حطتلي مية بس بوب. طيب هنا عندنا يا جماعة واحد استهبل على الاخر وحطلنا لافة. مش عارف ايه اللي جاب اللافة في الشط بوب. طيب اللي بعده عندنا هنا فيه جزيرة والله شكل الجزيرة حلو. ممكن اديله جود. اوكي. اللي بعده عندنا هنا يا بش ايه ده. ما هاتش حاجة غير رمل وبحر بس كده. تشكرين يا بش علبوب يلا مع السلامة. هنا بقى يا جماعة التصميم الاستوري بتاع دكتر مش وزيص. مش عارف اللعبة بتعلق ليه بس ما علينا. هنا المطعم الاستوري طبعا. مش عارف ايه الراجل ده بس ما علينا يعني شكل مكان حلو. وهنا فيه شط تانية برضو كويس. يعني شبه البقين فممكن اديله اوكي. وهنا عندنا واحد برضو. يعني ده في شوية شغلك زيادة. ممكن اديله جود. بس والله يا جماعة لغاية دلوقتي بفيش حاجة ابهرتني يعني. كلهم هاتشون متوسطين. الا بتاعي طبعا اسطوري. طبعا. يا جماعة اللي فاس في الاخر اللي راجل اللي ما حطش مياه ده يعني. عشان ما حطش مياه فوزوه. يا جماعة بصراحة كل ده بسبب زيب. مساء عملي قلدني بس بيعملش حاجة مفيدة. وانا تخيلت بقى ان هو هطلع عبكاري بقى قاعد بيجروا ورايا بس. يا عم ايه وعمل وش عشان ما اتعصبنيش. ده سواني بس سواني سواني. عجبك اللي حصل الجمل اللي فات يا باشا. ده شاكله عجبه بجد. يا عم ايه ده البرود ده? عايزك تبدع المرة الجاية. مليش دعوة. تبدع يا باشا. لازم تبدع. اوكي دلوقتي دخلنا محاولة جديدة واختاروا نيزك. هنعمل نيزك ازاي مش عارف. شاكله سلام عليكم. سلام عليكم. وروح اشتغلوا بقى وبطلوا غش. بطلوا غش من الناس. الاخ زيوس هنا يا جماعة بتادي اشتغل شوية هو. الله عليك يا زيوس. الله عليك يا باش يا الله. شوف ادي اعمل ايه? واحدين عادها عمال يغش برضو يا اخي خلاص. يا عم ايه ده. بيقول لنا لأ وانت بقى لأ. ما تيجي ترسم انت يا لأ. ما تيجي ترسم مكانة. روح شوف يا كوك اللحبة اللي عمال يرسم ورا ده. جماعة هيجلوطون الاتنين دول بس ما علينا. انا هبدأ اشتغل احصل شكل كده. زيوس هيضيعنا. فهعمل لهم نايزة قسطورة دلوقتي. شوف يا جماعة جبتوا كل الوان النيزة اللي ممكن تتخيلها. وهعمل نايزة كده كأنه طاير من الفضاء وبيقع على دماغنا. ايه اللي احنا عملنا ده يا باشا? لا سؤال بس معلش معلش يا زيوس. ومشكلة كده في عكف الموضوع بيحصل. وايه? ايه ده? ايه اللي اللي سودة اللي انت عملته لي ده? لا ويشغل بكل السكة ما شاء الله. تحسوا كده متمكن اللي هو بيعمله. معنى هو بيعك اصلا. اروح اشوف اللي اخوات التوقم بيعملوا ايه? ايوة الاتنين شغالين نار ما شاء الله. واحدين بيعملوا نار حرفيا. بس النيزة بتاعهم شكله كده عبيد شوية. نولعها خالص بقى. سلام عليكم عامل حد. ايوة. واو. بصراحة جماعة المنظر كده تحسوا قرف. كمان هخلي الجو ليل. يعني بتاعلي دي هتفرق شوية. يعني كده يا جماعة بصراحة نيزك تحسوا فعلا نيزك حقيقي. فيه وقعية في الموضوع. بس اش عارف ازا كان هي عجب الناس ولا يا رب يعجبهم. انت اي راك بزيس. باشا انت بتحرق يا باشا. طبعا يا جماعة انتم متنسوش تقيموا الحاجات اللي بعملها يعني. كل عشر من العشر عارف بس برضو متنسوش تقيموا. طيب هنشوف بقى دلوقتي الناس عملوا ايه? ايه ده? ما شاء الله اول واحد ما عملش حاجة اوه لا عمل يا جماعة والله بس حاجاته مش واضحة. عمل كزا نيزك هنا نزل. اوكي مش مشكلة يا باشا. هنا اللي بعده حان الديناصور. ما شاء الله اعلاقت الديناصور بالموضوع. ما حدش طلب منك ديناصور. عطت نيزك كويس بس صغير يا جماعة نديله اوكي. احنا نيزك بتاعنا ضخم. ايه هنا في ناس برضو عاملين نيزك ضخم. بس انا حاس بتاعنا احلى برضو. فهنديهم جود. نيزك ده برضو اعتبر كويس هديهم جود. والله يا جماعة اشتغلوا عليه كتير. هنا برضو عندنا واحد شكله كده غريب بس هديهم بوب ده مش عاجبني اوي. وهنا جماعة بتاع الاسطورة خلي بالك يا رجالة. خلي بالكو. هنا في لفة وحاجات يعني كلها وقعية في وقعية. واللعبة بتعلق مش عارف ليه. هنا عندنا برضو الناس عطين لفة كتير كده ونيزك ممكن اديهم اوكي. انا حاسه عادي مش جامد اوي. وهنا برضو ايه ده? يا جماعة ده عاملين واحد هناك مش عارف مين الكائن ده بصراحة يعني بس شكله بتحرق. وهنا عندنا برضو نيزك ده حلو شوية ممكن اديهم جود. وهنا يا جماعة واحد حط كل حاجة بتولع ما شاء الله. يعني اتوقع اغلبهم افكار شبه بعد. مفيش حد جاب فكرة استرية اوي. طيب يا جماعة في الاخر دول اللي فازوا. والله يعني الشغل بتاعهم كان كويس. بس اتوقع احنا كنا احلى برضو. مرات يختاروا جبنة. انا مش عارف ايه الحاجات الغريبة اللي بيختاروها دي بس هنعمل جبنة. هنحاول نعمل جبنة. شوها جماعة الفكرة اللي عندي ان احنا نعمل فار بيأكل الجبنة. يعني اتوقع الفكرة ديها طبق اسطورية. بس مستر زيز بتده يشتغل من قبل ما اعمل حاجة. ما شاء الله عليه ما نشوف يعمل ايه يا جماعة. شكله كده بتده يعمل جبنة معفنة. حاس كده ان انت بتعمل اي حاجة خلاص. انا اشاكك في الموضوع ده يعني بس مش عايز اتكلم بصراحة. جماعة هطلع صعب موضوع ده. بس بتهيقل ان انا ازبطته. يا اخي ايه الجماعة? يا جماعة بالزمة ده فار محترم ولا لا? عارف لسه افضل شوية تفاصيل. ما تلوش ازبط كل حاجة في دلوقتي. بس اما حاجة ان زيز بقاله صعب يعمل الجبنة. ده لو بيعملها في الحقيقة كان زمنه وخلصها اصلا. يعني انا هتجلت منه بصراحة بس خليني ساكت مش عايز اتكلم كتير. واحد يزوق فيها ما شاء الله يشيل واحدة من هنا. ويحط واحدة هنا لما هيشليني. المهم بقى نحط العيون بتاعت الفار يا جماعة. انا عارف كنت ناقص العيون. بس نزود كده المنخير بتاعته شوية. يا سلام. انا ممكن اعدل شوية في الديل. علشان يبقى الديل برضو واقع شوية. بتاعتلي كده تمامي يعني مفروض. لا تقيم من عشرة يا جماعة الفار وهو داخل يأكل الجبنة. اتحسوا كده في وقعية في الفار وواقعية في الجبنة اللي بقت شبه الجبل دي. يا زيوس انت بتعمل ايه بقى دلوقتي يا باشا. ده انا كده نتفرج علشان نجيلي جلطة. يلا. انا بفكر اخلي الكمان الارض لونها ابيض. علشان تحس كده. لا سواني. ايوه كده غيرها يا باشا. تحسوا كده ان احنا عادين في تلاجة يا جماعة. يعني الفار دخل التلاجة يأكل الجبنة. ودي ايه بقى انا مش عارف بصراحة. يا زيوس. مستر زيل باشا انا بنعمل جبنة يا باشا. يا طردت بترسم ايه بقى من دماغك. مهم يا جماعة كمان بفكر اعمل هنا شوية بارتكل زي كده. يعني تعمل شوية اجواء. والفار دخل يأكل الجبنة. بتعمل شغل حلو. واو نايس. بصراحة الجزء ده ممتاز. هنا بقى شكلها قلبة جبنة مثلا. وشكله كده في الاخر تلع سندوتش جبنة تقريبا يعني. طب مستر زيوس ما تقولي ايه طيب ده ايه بالزبط عشانه بقى فاهمين يعني. يعني انا معك في الفريق ومش فاهم اساسا. يعني انا لو شفت المنظر ده اديك بوب بصراحة. عمتن يا جماعة احنا اعملنا في الفوز هو الفار. الفار كده يديك كده شوية يعني لمسات سحرية. ممكن نزود هنا اليد بتاعته. وهنا برضو نحط له ايد بتاعته. واضح جدا الفار ده هو اللي ممكن يفوزنا هو ده خلياكل الجبنة. غير كده زي اسودان افضاه يا بصراحة. طيب خلينا نشوف بقى الناس عملوا ايه? هنا قطعة جبنة ومكتوب ايه? ايه ده? ايه دوتس? ايه دوتس دي مش عارف. عندنا هنا واحد عمل جبنة مسلسات يا جمالك قديك بوب برضو. وفي هنا واحد عمل جبنة غريبة شوية مش عارف ايه الجبنة دي. بس توقع ان هي فيها شوية شغلة فممكن يديها اوكي. يا جماعة توقع ان هو عملت مسال فار بس حط فيه كده حواليه شوية جبن يعني. الحاجات غريبة بصلا مش عاجبان. وانا طبعا الجبنة الاسترائية بتاعتنا واضح جدا يا جماعة الناس انبسطت عشان كده مسكين بوب مش عارف لايه. يا جماعة خلي بالكو ده فار ها? اللي مش فاهم ده فار. واحد تقريبا هنا زرعة مزرعة جبنة. يا جبنة ما في الزراعة يا باشا بس ما علينا. يا جماعة اشوفوا واحدة عمل فار زينا. يا غشاش بوب. ده اكيد غش الفكرة مني يا جماعة عمل فار زينا بس الفار لايه على طبعا. واحدة هنا بتاكل الجبنة. بدل ما اعمل فار عمل واحدة بتاكل الجبنة هادي له بوب برضو. لانهم مغشوا الفكرة. واو شوفوا ده يا جماعة عمل كوكب الجبنة. ما شاء الله. المكان كله عبارة عن جبنة كده باش تدخل توصف الجبنة. فممكن نديله اوكي ايه مفيش مشكلة. ايه ده? وبصوا مين اللي فاس في الاخر. بص يا زيوس انا هديك فرصة اخيرة. وبعد كده بقى هديك بالدماج. عشان اتا تعب تاني معاك. انا مش عالف ايه اللي انت بتعمله. ليه صندويتش الجبنة اللي انت كنت عامله قبل كده ده? ده ينفع ده? ما تعيطش ركز معايا. يلا يا جماعة المرة دي هنعمل السوبر هيرو. طبعا هنرسم دكتور ميش ولا ايه بقى مش عارف يا هنشوف. هيبدأ يتنح دلوقتي. مدام تنح كده يبقى خلاص فكر كده هيعمل لنا صندويتش جبنة الرومي دلوقتي. وليلا سوداء. ده بالمرة دي خلاص يا جماعة والله مش اشتغل. هشوف هو هيعمل ايه بالتتنحة بتاعته دي? يلا يا بقى شمستنيك انا. مسك يا جماعة كابو في ايده. شكله هيعمل ده ولا ايه? يلا انت هتقطت ماشى كتير? ما هو كتشتغل بعد ازنك? انا محالش هيجيب لي جلطة خيره ده يا جماعة. شوف مش عارف يعمل ايه بالزبط يعني. حط كابو ايبه وشاله تاني. تقريبا كده دي رجل البطة اللي هو هيرسمها. اراهن يا زيوس ان انت عايز تعمل سبايدر مان. اراهن. بس في الاخر اطلعين انا بطة مان. انا حاسس كده. جماعة بالزمة دي رجل سبايدر مان دي هشكلها رجل بطة والله. ده سبايدر مان لو شافك هيعملك شربة عناكب. او تقريبا ما عندوش غير رجل واحدة. يعني مفروض في رجل تانية يا باشا بعد ازنك. لو مش هنزعجك يعني اعمل الرجل التانية. ولا انت ناودي اعمل رجل بس ولا ايه. شكله كده ابتدى يشتغل في الرجل التانية. انا ممكن اساعده شوية واشتغل معاه. علشان هو يا جماعة بيقيس تلاتة ايام. وبعد كده بقى يكرر هيمشي مين ولا شمال? لا سنتين. طيب اخيرا يا جماعة بعد طول الانتظار زي ما انتم شايفين كده. خلصنا رجل البطة. بس باقي جسم البطة لسه شوية بقى. ممكن نخلصه عجيمك جاي كده ولا حاجة. انا هحط له وشو انا بقى يا جماعة. لان واضح كده ان زيوس ده هيخلص عجيمك جاي فعلا يعني. فانا حاول اعمل وش بسرعة جدا. يعني اتوقع كده تمام. هو اساسا على ما تفرج يعني. فمش مشكلة اول. اوكي يا جماعة تقيمكم بس للسوبر هيرو اللي بتدى يتويلد ده. وتحس ان هو مقامبر يعني اساسا عجز مش قادر يقف. ومفروض ان هو سوبر هيرو. بس هو تليه مش قادر يقف على رجلية اساسة. لها كله بسبب المصمم العبكاري بتاعنا اللي هو مستر زيوس. طبعا حاطت خطة عن كبوت عشان يأكد ان هو سبايدرمان عشان نفيش اساسا حد هيفهم ان هو سبايدرمان في الحياة. استنى بقى نحط له شعر عشان نخربها بالمرة. والله يا جماعة لو شافنا هيعملين هشوير ما احنا الاتنين كده. وكده يا جماعة زي ما تشايفين خلصنا اللوحة الاسترية بتاعتنا. خليها بقى نشوف الناس عملوا ايه? ايه ده? لحظة لحظة. ده الهيرو براين? اتوقع كده في واحد عمل ليجندري. يا باشا ده مش عايزين نوزر معا ليجندري. اي تحزار مع هيرو براين مش دمين اللي يحصل. شوف بعد كده عندنا ايه? ايه ده? واو والله جامد يا جماعة تمثال الغريب ده. هتدي له ايه بك. بصراحة اول ما اشوف الكانون المتخلف ده. وهنا عندنا حاجة غريبة جدا مش عارف مين ده. ده سبايدرمان لحول. حلو اوي ده. احلى بوب يا باشا. وهنا عندنا مستر سوبرمان يا جماعة والله ده جامد. هتدي له ليجندري. بصراحة استوري وعمله جامد يعني. وهنا عندنا واحد برضو شكله جامد بس مش عارف ده مين يعني بصراحة. ايه ده? مش عارف يا جماعة ايه ده بصراحة بس هتدي له اوكي يعني. وهنا طبعا العبكاري. العبكاري مالك الملوك سبايدرمان. يا باشا. يا لجندري يا لأ. فين اللي جندري يا لأ. انا مش شايف اللي جندري اللي هي اكدعان. هيزلمونك العقب يعني. واضح كده. ايه ثواني مين الحق ده? ايه ده? ده ده بيبي مان ده ولا ايه ده مش عارف يعني. مش عارف ايه ده بصراحة. مش عارف مين الكائن ده. وهنا كمان عندنا واحد سوبرمان بس ده والله برضو جامد يا جماعة يعني هتدي له ايبك ده لانه حلو. وده ايه ده بقى بالزبط يا باشا? شكله حاجة جامدة ايه ده? مش عارف ده ده سوبرمان بس بيتف على نفسه تقريبا كده. هندي له او ايه تف? شوف يا جماعة مين اللي فاز? الملك ده طبعا فاز. طبعا ما حادش يأثر معها يا جماعة. اكيد طبعا لازم يفوز. ده يفوز براحته. ما حادش. ولا دكتور ميش ولا بتاعه. ده يفوز براحته يا باشا. المهم اشار ده كان فيديو النهار ده رابع الفيديو. يكونوا عجبكم استمتعتوا بيه. ما اشترككم اما ما كنتوش مشتركين. قولي ايه رأيكم في الفيديو. ايه رأيكم في الابداعات اللي عملتها انا وزيوس. سواني. هو وزيوس راح فين? اه باشا انت كنت جنبي دهوقتي. مش عارف يا جماعة شكله مات ولا راح اختفى فين ما علينا. المهم اشتركوا لايك اما ما اشترككم اما ما كنتوش مشتركين. ان شاء الله